كم ساعة كم يوم القليلين اللي فاتوا بعد مباراة منتخب مصر ومنتخب غانا ومن بداية البطولة وربما من قبل ما تبدأ البطولة كمان في كتير من الناس هاعتبرها عندونا عمد عندونا قصد ما بيتكلموش قوي عن منتخب مصر بيتكلمو دايما عن محمد صلاح يا فني بتكلم على منتخب مصر يقولك آه طبعا منتخب مصر منتخبنا وبلدنا بس إزاي محمد صلاح ما عملتش كده وإزاي 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 يا سيدي منتخب مصر لا محمد صلاح كويس منتخب مصر لا محمد صلاح وحش تكلم على منتخب مصر شجع منتخب بلدك شجع علم بلدك حالة من الدوشة لو اخترنا أرفوزنا يعني من الدوشة لبلا داعي وبلا قيمة وفي منها اللي بدأت أحس وأنا عادة ما بحسش داء وما بحبش أمسك فيه بس بدأت أحس إن فيه حاجات متعمدة ضد محمد صلاح ليه يا جماعة رمز كبير لبلدنا مش لكرة القدم المصرية رمز كبير لبلدنا هو لاعب كرة وينفع تنتقده عشان برضو فيه ناس يقولك إيه هو إحنا مينفعش يعني ننتقد محمد صلاح لقينفع طبعا لقينفع بكور إحنا هنا وإحنا عاديين في بلدنا هنا ونقولت الكلام ده مبارح كيسي هو النهاردة لقين مطش وحش عوي ليونيل ميسيا إيه المطش ده نيمار ما بقاش هو نيمار إن بابي شكله بقى مغروق بتوقع تتكلم وتحلل وتنتقد كل أعظم نقيبة في العالم مرضونا نفسه كان فيه بعض الناس بتنتقده عادي يعني بيحصل بس مش بالتجريح مش بالتقليل مش بإهضار ما فعله محمد صلاح تاريخيا لمنتخب مصر ولكرة القدم المصرية بشكل عام وفيه صيغة بدأت تتكرر تاني اللي هي إيه يا عما يعني محمد صلاح يعني كان خد كل الجواز اللي خدها دي لولا دعم الجماهير المصرية ليه يا عما محمد صلاح خد الجواز بحكم اجتهاده وتعبه ومسندتنا وفرحتنا بيه لهو من علينا بحاجة ولا احنا من عليه بحاجة الموضوع أبسط وأسهل من كده بكتير والأهم 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 إنه بيلعب بأميس منتخب مصر أنا ما بقبلش التهكم أو التجريح في محمد صلاح زي مثلا ما بقبلش التجريح والهجوم على محمود حمادة يعني بقول محمود حمادة كمثل اللي هو أحدث المنضمين لمنتخب مصر مش تقلقا منه يعني من الأول للآخر كلهم لابسين تشيرت منتخب مصر والمنطق يقول إيه؟ العقل يقول إيه؟ نصبر إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا لحد النهاية وناخد البطولة وساعتها هنقول كل اللاعب في مصر بطل وعظيم ليه مستعجلين النقد والتجريح والهجوم والتقليل والمشاكل والأزمات ليه؟ ما إحنا لسه في اللعبة لسه في اللعبة حتى لو إنت شايف مني ومن غيري إن الدعم دو دعم فيه مجمالات وفيه مش عارف إيه؟ فإحنا يا سيدي بنجامل منتخب بلدنا إنت زعلان ليل أنا بجامل منتخب بلدي أنا أفهم إنك تزعل تقول إيه؟ أصل النهاردة طلع جامل النادي الأهلي أصل النهاردة طلع جامل نادي الزمالك أصل النهاردة طلع جامل لعب الأهلي أصل النهاردة طلع جامل لعب نادي الزمالك لكن حتى لو انت شايفنا بنجامل هنجامل مين؟ بنجامل منتخب بلدنا منتخب مصر لو بنحب لعيبة في منتخب بلدنا فهي لعيبة لمنتخب مصر